السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم ورحمة الله في هذا الفيديو حنننسوا كيفية تصميم وسادة باستخدام برنامج راينو فأول شي نضطه على الكيرف ونرسم كيرف كيفية تمام نضطق الماوس ثم بعد ذلك نرسم دائرة سيركل من نقطة سفر ولتكن دائرة مش كبيرة هلبة تكون بالكيفية هذه طبعا نمشي طبعا ناخد الدائرة تاخد شكل كيرف يعني تكون مائلة بالكيفية هذه الدائرة فنديرها اسمها كيرف كيرف ثم تضطق الماوس ثم تحدد الدائرة وهذه إذا حياخد الشكل متاع انحدد دائرة نديرها دليت ونمسحها إذا لاحظوا دائرة كيف عوج هالي بالكيفية هذه كويس طبعا نمشي لأمر نبقى نقص الخطة تضطق الماوس الأيمين ثم تضطق الماوس الأيمين إذا نمسح هذه ونمسح هذه كويس بعد ما درت قطع لهادو عن طريق أمر نديره نديره يعني عبارة عن صفيحة معدنية بين هادي وهادي ونضط لك الماوس الأيمين نشوفها برافيو ونديره هنا شيء يباني بالكيفية هذه إذا هذا هو اللي قدرناه نضط اوكي كويس بعد ما درته خلي نحدد الخط الداخلي هادي عشان بي نديره ونقعد بالشكلة هوا نقعد بالشكلة هوا حتى الكيرف نبي نمسح هذا فيقعد يغرب الصفيحة المعدنية هادي بس كويس طوى نبنجي هنا نبنجي في التوب فيو ونرسم شني نرسم نرسم بالكيفية هادي نكتب نرسم صفيحة نرسم صفيحة بالكيفية هادي نقعد بالكيفية هادي البلاين هادي نبنجيها شني تكون هام شيء أصغر من الدائرة بشوية يعني دب أنه أصغر من الدائرة مش أكبر من الدائرة فهذا الصفيحة نبنجيها نرسم عليها نرسم عليها بالكيفية هادي علاش لأن نبنجيها هاتش هاتش هو التهشير التهشير مجيش على صفيحة يجيه على الركتانجل على المستطيل اللي درته هو فندير هاتش هاتش للمستطيل اللي درناه نضغط تلك الموز اليمين ونختار التهشير المناسبة ولتكن هادي نضغط موافق بعد ذلك نحدد المستطيل ونمسح نديرها دليت نحدد التهشير التهشير ومديرش اسكايب خليك على زي ما انت تدير امر اسمها flow along service تضغط عليها تحدد الصفيحة متاعك وتحدد الصفيحة هاتي اذا نخدي الشكل متاعها هو كويس خلاص هذا ما عاشنا بين نحدده ونضغط نجي هنا نجي هنا ونقرب perspective view وندير شني ندير double او double 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 فنحدد الحافة هاتي نضغط لكلموس اليمين اذا ندر هولي دلي double نحدد نحدد الصفيحة ونديرها دليت اصبح بشكل هو لما نحدد بالماوس الجزء هذا لما نحدد الجزء هذا لاحظوا ياخدوا خطوط الداخلية فليني بنمسح لو كان ضد دليت حيمسح لي من الداخل خلينا نرجع كيف ندير لابد مندير لهذا split بيش نمسحها فنختار امر split ونحدد الشكل هذا كله تقرب وانتواب وانتواب وتحدد الكيرث سطحة متعنا تضغط تقرب حففة التي نقصها هاتي ، الناس هي ونضغط توقف نمسح بالتحديد و بأمر del نمسح بشكل عم أنتم كل شيء نمسح بها كيفية نمسح بشوية بشوية نمسح منفوق همشي معاش فيه تمام نمسح هادو خلیم بعد شوية و نشبه نمسح 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 فسبلت يدل فصل للرسم فصل الخطوط فامر سبلت قريب بامر الترم نحدد هادو كويس جميل جدا 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 نمسح 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 بال نمسح نمسح نحن نمسح فاصلة واحد كيف يطلع لي شكل اذا هذا هو الشكل المتاعي اللي دتلى 0.1 كبيرة شوية فخيندي CTRL Z ونرجع ندير كل نحددها وندير pipe ونديرها 0.05 على سبيل المثال 0.05 أصبح مشبك أقل من 0.1 اذا هذا هو الشكل المتاعي نمشي نديره إذا أصبح بالكيفية هذه الوسادة متاعتنا نحطها هنا وهذا هو الدرس بإمكانك تصغر في البايب متاعك تدير أقل من هيك وانت وراحتك انت اللي تشوفين مناسب أنا نشوف هيك مناسب 0.5 0.05 0.05 0.05 كويس إذا هذا هو الدرس نتمنى تكونوا قد سفدت معي في هذا الدرس على من اللقاء بكم في درس قادم بعون الله تعالى شكرا جزيلا على حسن استماع والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله